بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد تحدثنا فيما مضى عن الألف اللينة في الحروف وفي الأسماء وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الألف اللينة في الأفعال والقاعدة مبنية على معرفة الفعل هل هو ثلاثي أو غير ثلاثي لذلك سنقسم هذه القاعدة لقسمين أحكام الألف اللينة في الأفعال الثلاثية الثلاثية وأحكام الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية بالنسبة إلى الأفعال الثلاثية فالألف في آخر الفعل الثلاثي قد تكتب طويلة بهذا الشكل وقد تكتب مقصورة بهذا الشكل والقاعدة هي هي القاعدة التي ذكرناها في حديثنا عن الأسماء إذا كانت الألف أصلها واو فإنها تكتب قائمة هكذا وإذا كانت الألف أصلها يا فإنها تكتب مقصورة هكذا سأتحدث إن شاء الله تعالى بعد قليل عن الطرق التي يتم بها التعرف على أصل الألف هل أصلها الواو أم أصلها اليا ومن أشهرها الإتيام بالفعل المضارع لذلك إذا أردت أن تكتب الفعل دعا مثلا فلاحظ المضارع دعا يدعو يدعو تبين أن أصل الألف واو لذلك تكتب دعا بهذا الشكل دعا بألف قائمة لأن الأصل واو في حين أنك تكتب رما هكذا لأن أصل الألف يا بدليل أنك تقول رما يرمي وسوف أتحدث عن التعرف على الأصل حديثا مستقلا إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى الأفعال غير الثلاثية فالقاعدة هنا كالقاعدة في الأسماء غير الثلاثية وتذكرون أن قلنا هناك أن جميع الأسماء غير الثلاثية تكتب بألف مقصورة إلا إذا سبقت الألف بيا وسنكرر هذه القاعدة فنقول هنا جميع الأفعال غير الثلاثية المختومة بألف تكتب ألفها مقصورة مقصورة لذلك لاحظ معي هذه الأفعال لاحظ معي هذه الأفعال أرضى أرضى أنهى أجلى لاحظ معي احتوى لاحظ معي انتهى لاحظ معي اصطفى لاحظ معي استثنى لاحظ معي استغنى لاحظ معي استفتى جميع هذه الأفعال أفعال غير ثلاثية لاحظ معي الفعل هنا رباعي رباعي الفعل هنا خماسي 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 لاحظ معي سداسي 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 وجاء في آخره ألف وقد أجرينا القاعدة عليه فكتبنا الألف مقصورة حسب القاعدة لأن القاعدة تقول جميع الأفعال غير الثلاثية المختومة بألف تكتب ألفها مقصورة بهذا الشكل نستثني من ذلك كما استثنينا في الأسماء الأفعال المختومة الأفعال غير الثلاثية المختومة بألف وقبل الألف لاحظ معي الفعل أحياء لو طبقنا القاعدة وجب أن نكتبه بهذا الشكل استحيا يكتب بهذا الشكل حسب القاعدة استعيا يكتب بهذا الشكل حسب القاعدة ولكن العلماء ما أرادوا تكرار الألف المقصورة بعد الياء لأنها شبيهة بها فجعلوا هذا الرسم خاطئا وقالوا نفعل هنا ما فعلناه في الأسماء فنكتب بهذا الشكل أحياء واستحيا واستعيا فنكتبها قائمة وعلت ذلك هو أن هذه الكلمات مستثنى لأن الألف التي في آخرها قد جاءت مسبوقة بيا كما فعلنا ذلك في الأسماء حين تحدثنا عن كلمات مثل خبايا ومثل رزايا ومثل دنيا لاحظ معي أنها أسماء غير ثلاثية ومختومة بألف ولو أجرينا القاعدة لكتبناها مقصورة ولكن كتبناها طويلة قائمة لأنها سبقت بيا وهنا يجب التنبيه على شيء آخر وهو أن عندنا كلمة يحيى قد تأتي إسما وقد تأتي فعلا لذلك حين أقول يحيى الزرع بالماء يحيى الزرع بالماء وحين أقول نبي الله يحيى فإن يحيى هنا فعل ويحيى هنا اسم وهي مختومة بألف وقد قلنا إن القاعدة هو أن تكتب مقصورة ولكن نستذنينا الأسماء التي يأتي قبل الألف فيها ياء فتكتب قائمة ولكن لما كان يحيى يأتي فعلا واسما كتبناه مرة بألف قائمة ومرة بألف مقصورة حتى نفرق بين الاسم والفعل لذلك جعلنا المختوم بألف قائمة هو يحيى الفعل وجعلنا المختوم بألف مقصورة هو يحيى الاسم هو يحيى الاسم وبهذا نكون قد أنهينا الحديث بفضل الله تعالى عن كتابة الألف اللينة في الأفعال وبقي لنا تنبيه مستقل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن طريقة معرفة أصل الألف التي في أواخر الأفعال هل هي الواو أو الياس